انا اتعرف ان شاء الله حضركم دلوقت على ايه اجزاء النافذة من بارتس اوف ويندوز اي نافذة حضراتكم في الويندوز بتتكون من الاجزاء الاتية يعني لو انا معايد الوقت نافذة الباور بوينت الشريط اللي من فوق خالص ده اسمه التايتل بار او الشريط العنوان ده بيكون في حضراتكم اسم الملف واسم البرنامج يعني مثلا لو مشغل مثلا حضراتكم الورد باد هتلاقي هنا مكتوب هنا برضو ايه وورد باد دو كومنت ماشي اسم البرنامج يبدأ اسمه التايتل بار الشريط اللي بعده حضراتكم اسمه تابس ده اسمها تاب وي باد حضراتكم تابس هناخدها ان شاء الله في الورد والاكسل والباور بوينت كان زمان حضراتكم على يوم اوفيس اكس بي كان اسمها منيو يعني كانت قوائم منسادلة زي قائمة فايل كده قائمة منسادلة لأسفل حاليا استبدلوها بكلمة تابس تاب او تاب وي باد الجزء المنتحة الجنبية ده حقا كان اسمه زمان اسمه تول بار الادوات ده شريط الادوات ده كان اسمه تول بار يعني شريط الادوات حاليا اسمه ريبون اسمه ايه ريبون يعني ان شاء الله ده هناخد الموضوع ده في الوفيس ان شاء الله الباور بوينت او الورد او الاكسل او الاكسز لو انا ضغطت على الزرور ده حضرتكم ده اسمه ريبون يعني اغفر ريبون يعني اظهر التبويبات لو حبيت اغفر ريبون ده حضرتكم اضغط على او تو هايد ريبون يبا الشريط اللي فيه الادوات ده اسمه ايه حضرتكم الشريط ده اسمه ريبون او شريط ادوات او شريط ايه ادوات تمام كان زمان حضرتكم الشريط الادوات ده كان الشريط الفوجي اسمه منيو بار حاليا نسموه تابس او تابويبات طب هناخد في الورد ان شاء الله والباور بوينت والاكسل والاكسز ان كل تابويب من دول بتكون من مجموعات وكل مجموع لها اسم وبيفصل بالكل مجموعة والتانية خط رأسة كده ده ناخد ان شاء الله في الوفيس لان شاء الله مناخد الوفيس يعني عندي هنا فيه جروب اسمه كليب بورد فيه جروب اسمه سلايدز فيه جروب اسمه فونت ده في برنامج الباور بوينت لو فتحنا برنامج الورد هناخده في دورة مع بعض ان شاء الله هتلاقي برضو نفس النظام حضرتكم التايتل بار هنا مكتوب فيه اسم البرنامج وورد واسم افتراض الملف ده كومنت 1 هنا التابويبات برضو وتحت التابويبات الكماندز يعني التابويب هوم هنا في الورد تلاقي بتكون برضو من جروب اسمه كليب بورد وفونت وبراجراف الباور بوينت حضرتكم بتكون من ايه التابويبات هنا تابويب هوم مثلا كليب بورد سلايدز فونت هتلاقي البرامج البرامج شكلها زي بعض يعني يبقى الشريط اسمه تايت البار التابس وبعد كده شريط الادوات الشريط العليم ده حضرتكم اسمه الاسكرول بار يعني الاسكرول بار اللي انا بتصفح به الملف يتلاحظوا على الشريط العليم حضرتكم فيه تلت زرائر اللي هو الـ X والنقص الـ X معناها close والنقص معناها minimize يعني يصغر النفذة عشانة المهام X close يعني يجفلها ده معناه بيعمل restore down يعني بيصغر النفذة بالشكل ده اللي حجمها قبل التكبير لوزراء اللي في النص الزرائر ده حضرتكم اسمه maximize بيكبر النفذة بيخليها ملء الشاشة الزرائر ده يتلاحي شكله تغير تلاحي عبارة عن مربع واحد كده لو ضغطت على كده يبقى ملء الشاشة لما يكون ملء الشاشة هتلاحيكم تلاحي شكله بيجي مربعين وراء بعض تمام يبقى ده اسمه scroll ليه bar scroll bar اللي هو الشريط التصفح الشريط المنتحد ده في البرنامج عبقى اسمه statias bar اللي فيه عدد الـ slide هنا وفي الزوم ازاي يكبر النفذة كده وازاي صغرها ده اسمه statias bar او شيط ايه الحالة يبقى اي نفذة حقكم تتكون من ايه title bar باكده المينيو bar او الريبون باكده scroll bar باكده statias ايه bar لو فتحت نفذة zbc حضراتكم هتلاحي عندي هنا اي نفذة في الويندوز هتلاحي عندي فيه صندوق الناس صندوق البحس لحبيت ابحث عن اي حاجة تمام يبقى دي مكونات النفذة ومن فوق هنا برضو title وهنا هي الريبون وهنا التبويبات هنأخذ الوقت ان شاء الله التعامل مع الملفات والمجلدات اتعارفين في الويندوز هدراتكم ان اسم الملف بتكون من جزئين بتكون من الاس زائد الامتداد بيفصل بينهم نقطة يعني ملف مثلا اسم احمد ضد gpg يبقى ده gpg و gpeg و gif وبعم ده ملفتين الصور احمد bbt او ممكن يكون bbtx ده ملف powerpoint لو ملف bdf يبقى ده ملف acrobat trader لو xls او xlsx ده ملف excel لو ملف xe يبقى ملف تنفيذ ده البرامج التنفيذية لو امتداد wmv يبقى ده ملف video mp4 فكل ملف حضراتكم بتكون من الاسم زائد الامتداد بيفصل بينهم نقطة اهم حاجة نفهمها انه الامتداد بيدل على نوع الملف يعني docs بقى قول ده word gpg بقى قول ده صورة اللازم نتعرف حضركم على اسمها الملفات عن طريق الامتداد وعن طريق الشكل بتاع الايكون نفسها يعني لو كان معاي ملف بالشكل ده نكبر بس الملفات شوية دي شكلها شكل ملفات الفولدر لو ملف على ال x كده ملف excel لو ملف بالشكل ده او امتدو رار يبدأ ملف فيه مضغوط يبدأ اتعرف على اشكال ملفات حضراتكم بالشكل بتاعها والامتداد انا اخد الوقت ان شاء الله تثبيت تطبيق على ويندوز ففي حاجة عند حضركم في ويندوز 10 اسمها المتجر اسمها هي المتجر عشان نفتح المتجر من قائمة start الايكون اسمها هي المتجر هنعرف اذا نزل برنامج عن طريق المتجر موجودة فين هتلاقي موجودة على taskbar ال taskbar اللي هو شريط المهام اسمها store او من قائمة start اضغط على microsoft store او المتجر زي المتجر بتاع الموبايل حضراتكم دي بستخدمه لو حبيت انزل برنامج من على النت واعمله اعداد او install كده هيفتح للمتجر هتلاقي هنا احضركم التطبيقات اللي نازلة الموجودة على المسجر هي ممكن اختار اي تطبيق منهم بس انا عاوز انزل مثلا ال what's app مثلا دي بولين install دي انا معمول لإعداد دي خلاص نازل على الكمبيوتر بتاعي لو عاوز انازل مثلا التليجرام انازل اي ملف اي تطبيق انا عايزه just اعمل click عليه حضرتكم كده هيفتح للنفذة دي اضغط على الامر get كده هبتدي ينزله من على الانترنت طب انا المفروض اكتب بالاميل بتاعي على ميكروسوفت اقول نيكس وكمل معاها لحد ما ينزل البرنامج اللي انا عايزه طب عنده زي نفس الموبايل بالضغط هندخل على المتجر وابتدي انزل الملفات من خلاله يبقى دي بريقة تنزيل الملفات من المتجر الخاص بالويندوز عشرة هناخد دلوقت ان شاء الله ازاي ان انا فيه تطبيق نزلته من على النت وعايز اعمله اعداد او اي برنامج عايز انزله حضراتكم او اعمله اعداد على الكمبيوتر بدور على ايكونة بتاعت الاعداد بتاعه واضغط عليها سواء اسمها set up او 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 انا عامل كتاب الصيانة في فاصل كامل واعداد او ازالة البرامج يعني الوقت انا عايز انزل برنامج حضراتكم برنامج الافج انت فيروس بابتدي اشغل الكمبيوتر حضراتكم وانتقل الى المكان اللي فيه ملف الاعداد الخاص بالبرنامج ده وعمل اضب ايضا بيكليك هبتدي اشغل البرنامج الاعداد بتاعه من النفيذة اضغط نيكست هتظل النفيذة بتاعت الاتفاقية اضغط ايكسب وابا كده اتبع الاسئلة اللي هدي هنا حضراتكم لحد ما يخلص ويقول فينيش يعني اضغط نيكست نيكست لحد ما يوصل لأمر اللي اسمه فينيش طب عايز انازل اوفيس 2007 او 2010 او 2016 نفس الفكرة بشغل الكمبيوتر بكده انتقل الملف الاسم set up اعمل اضغط click هبتدي نزل البرنامج بتاع الوفيس عاوز انزل البرنامج زي visual studio مثلا نفس الفكرة شغل الكمبيوتر وانتقل الملف set up وعمل اضغط click هبتدي يبدأ لإعداد البرنامج هبتدي اضغط نيكست نيكست ووافق الاسئلة اللي هو جل يقول عليها لحد ما يخلص دي طرق اعداد البرامج حضرتكم يعني عاوز نزل البرنامج اعداد لعلكمبيوتر اعداد اسمه virtual bc نفس الفكرة برضو ملف التنفيذ بتاعه ده بكده next next لحد ما يخلص البرنامج دي اي برنامج نفس الطريقة هدور على الملف الاسم set up او الملف اسم install اعداد طبلا حبيت ازيل البرنامج دي حضرتكم الطريقة السليمة اننا لازم ازيله من control panel من لوحة التحكم يعني ازالة البرامج عشان حبيت ازيل برنامج الوفيس عشان عشرة اروح ال control panel حضرتكم واجه كده اضغط على كلمة uninstall program uninstall program بعد كده تظهر البرامج اللي نزل على الكمبيوتر احدد البرنامج اللي انا عايزه وباكده اضغط على uninstall اقول هل يجب علي اتحرك Microsoft Office Professional from your computer اعاوز اشيل الوفيس اقول يس هبتدي يعمل اقول uninstall progress هحاول يعمل اشيل للبرنامج خالص بعد كده اقول ايه Microsoft Office has been successfully uninstalled تمام فعشان اشيل اي برنامج اعمل uninstall عن طريق ال control panel عن طريق ال control panel ده كتاب ده حراكم عامله في الصناة الحاسب جزء الثاني اللي هو software ازاي اعمل اعداد للبرامج او احذف اشيل البرامج او ازاي اجسم القرص الصلب وازاي نزل الويندوز ده جزء الثاني جزء الاول خاص بالهارد وير اللي عملي التجميع الحاسب فممكن ده يبعتلكم على الواتس ان شاء الله ملف بد اف انا اخذ الوقت ان شاء الله حضرتكم تثبيت تطبيق في قامة البدء او على taskbar يعني ازاي ان انا اضيف برنامج لقائمة start اتلاحظة عند حضرتكم في قائمة start في مجموعة البرامج هي زي برنامج الexcel الword الpowerpoint لو حبيت اشيل اي برنامج من دول من قائمة start هعمل click كمين عليها حضرتكم كده واختار امر اسمه unbin from start unbin from start يارد نجربه ان شاء الله يبقى كده تشيل من قائمة start click كمين هتزال القائمة المختصرة واختار unbin from start عايز اشيل الword click كمين واغل unbin from start يبقى كده انا شلته من قائمة start لو حبيت اضيفه تاني حضرتكم ادور على البرنامج مثلا اعز اضيف الaxis لقائمة start يعني اضيف الجزء ده يبقى اعمل click كمين علي حضرتكم كده واختار امر اسمه bin to start bin to start اتلاقي اضيف لقائمة start اه طيب عاوز اضيف مثلا برنامج الpowerpoint او الexcel اجعل الexcel click كمين واغل bin to start هلاقي اضيف لقائمة start عاوز اضيف مثلا firefox click كمين واغل هنا bin to start هلاقي اضيف لقائمة start يبقى عشان اضيف اي برنامج لقائمة start اعمل click كمين واغل bin to start لو عايز اشيله اقول un bin to start او الادوب trader اعمل click كمين عليه كده حضراتكم واختر اقول اعمل bin to start يعني اضيف لليه الملف ده او البرنامج ده الى قائمة start لو فتحت قائمة start حضراتكم هتلاقي الفير fox اضاف هو الادوب trader لو عايز اشيله كمين واغل un bin un bin from start لو معاي برنامج حضراتكم اضاف لل taskbar عاوز اضيف برنامج الexcel ده هحزفه من start menu هنا عاوز اضيف لل taskbar الوشيد المهام ده يبقى اروح لبرنامج الexcel من قائمة start كده وكليك كمين واغل لليه حضراتكم هنا bin to start يبقى هضيفون لقائمة start عاوز اضيف لل taskbar شيء المهام فيه امر اسم more اقول bin to taskbar اتلاقي اسم حضراتكم اضاف لل taskbar اهو اهو اعاوز اشيله من taskbar خلي بالك البرنامج على taskbar عشان ينفز اعمل كليك واحدة بس عليها اعاوز اشيله من هنا كليك كمين على كده واجل un bin from taskbar يبا كده حزفته منين من taskbar الجربوه اذا لو سمحته ازاي اضيف برنامج لقائمة start وازاي احزف ازاي اضيف برنامج ل taskbar وازاي احزف اضيف الايكونة بتاعته بس واضحة لحضراتكم الو واضحة والعيدة ثاني نكمل نكمل دكتور نكمل ماشا ماشا هناخد الوقت ان شاء الله تغيير صورة الدخول على الويندوز اللي اسمها look screen look screen هجيبها ازاي دي حضراتكم اعمل click امين في اي مكان خالصا المكتب كده واختر الامر personalize personalize واجه من هنا اختار حيسمها look screen من هنا حضراتكم اختار الصورة اللي انا عايزها ممكن اختار اي صورة من دول تمام او لو عايز اجيب صورة من عندي اضغط على browse واختار الصورة اللي انا عايزها مسلا ادور على اي صورة مسلا والتكن الصورة دي واجه choose pictures يبقى دي الصورة اللي تبقى اللي look screen حضراتكم يعني look screen لما ادخل على windows بيدي شاشة ترحيبية في الاول فانا حطيت الصورة دي في شاشة ترحيبية في دريجة تانية حضراتكم من قيمة start اضغط على settings واجه من هنا اختار حي اسمها personalization اللي بغير منها black ground والlook screen هتديني نفس النفذة منها اختار look screen والتابعة الخضوات اللي احنا عملناها قبل كده يبقى look screen دي الشاشة الترحيبية لما تيجي تدخل windows جديد يعني انا اخد الوقت ان شاء الله طريقة قف الويندوز ان انا اخرج برضو على look screen فيها طريقتين حضرتكم مما اضغط علامة زرار الويندوز ده زائد حرف ال يئما اتابع الخضوات الاتية من قيمة start اضغط على اسم اليوزر ده فكده اضغط على الامر look اضغط على الامر look هيخرج لعش شاشة الترحيبية حضرتكم لحبيت ادخل ثاني هيطلب مني كلمة السر ده اذا كان في كلمة السر على windows يعني يبين اسمها look screen اضغط على الزرار حضرتكم بتاع الويندوز زائد حرف ال ده برضو خرج على look screen ياريت نجربها تثبيت برنامج على شئ المهام لسه واخدنا من شوية حضرتكم اللي اعمل اعمل bin to taskbar يعني برنامج الفيرفوكس اللي حابيت اشيل من taskbar يكليك كمين كده واجل un bin from taskbar لو حابيت اضيف برنامج الكالكولياتر مثلا نكليك كمين عليه كده واجل bin to taskbar اختار more هنا واجل bin to taskbar الاقي برنامج الكالكولياتر اضاف عندي على taskbar ها دي خد نعمل شوية حضراتكم هنأخذ ان شاء الله دلوقتي ازاي نعمل اعداد العمل على اكثر من شاشة طب عندي مش هنقدر نعملها عملي دلوقتي حضراتكم عشان لازم يكون عندي على الكمبيوتر بتاعي كرتين شاشة لازم يكون عندي كرتين شاشة اوصل الشاشة التانية على الكرت التاني وبعد كده افتح الاعدادات بتاعت الكمبيوتر ماشي وبعد كده اختار منها settings system جاصدي وبعد كده اختار multiple disability احنا هنشرح دلوقتي حضراتكم بس مش هنكملها لالاخر عشان احنا ما عندناش كرتين شاشة دلوقتي ولا ما عندناش شاشتين عشان نشتغل عليهم يبقى الحاجة عشان اعمل اعداد العمل على اكثر من شاشة اللازم اوصل للشاشة الاضافية بالكمبيوتر يكون في عندي كرت شاشة تاني وبعد كده افتح الاعدادات وبعد كده اضغط على system نجرب عامل مع بعض الجزئة دية بس مش هنكمل للاخر يبقى من start اختار حضراتكم ايه settings من قيمة start اضغط على settings هتظهر للشاشة دية حضراتكم بتاعت الاعدادات اضغط على system اجي هنا حضراتكم فيها اسمها multiple display order display might not always connect automatically select detect and try to connect them يبقى لازم حضراتكم يكون عندي شاشة تانية وصلة اما اقول ايه detect وكمل معا فاحنا ما عندناش شاشة وصلة فمش هنقدر نكملها مع بعض يعني اسمها multiple display مفهوم الجزئ دية حضراتكم بحاجة بس نفهمها بس ان انا اروح الاول اوصل شاشة تانية باكد اروح للإعدادات وباكد اضغط على system وباكد اروح على display وباكد اضغط على multiple displays شاشة 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 اخر لازم يكون عندي اكثر من شاشة وصل على computer او اخد اعداد اكثر من وجهة المستخدم يعني اعمل كذا desktop يعني معايز desktop دي اللي ظهر قدام حضراتكم دية عايز اعمل desktop تانية غير دي خالص يعني desktop اللي اشغال عليها دل وقت حضراتكم دية فاتح فيها الملف ده وفاتح فيها calculator وفاتح فيها برنامج powerpoint يعني مجموعة براج معينة فانا عايز اعمل desktop اخرى تمام فاعملها ازاي هتلاقي فيه زرار هنا حضراتكم اسم اسم task view task view اعمل كليك علي حضراتكم كده تمام هتظهر لي حاجة هنا اسم desktop خلي بالك كلمة desktop دي ممكن تظهر لي هنا ممكن تظهر لي ناحية اليمين من تحت كده يبقى اضغط اقول new desktop الاقي عملي desktop 2 desktop b 2 معي desktop 1 ومعي desktop 2 1 طب عايز اعمل desktop تانية يبقى اعمل click على view task هعيدها تانية او task view واجه اضغط على علامة الز دي معنا دي new desktop desktop الاقي اعمالي desktop 3 دلوكت معي 3 desktop لو عملت click على desktop 1 الاقي هو جيب لحضراتكم desktop 1 اهو اعز انتقل desktop 2 اضغط على زر review ده اروح ل desktop 2 اعمل desktop 2 اعز اروح desktop 3 اعمل desktop 3 اعز ايه الفرج بينهم حضرتكم اتلاحظوا لو اجينا على ديسك توب سريئة هو اتلاقي ما فيش البرامج مفتوحة خالص اوه فيش غير بس البرنامج بتاع التسجيل بس ماشي لكن برنامج بتاع الباور بوينت مش موجود عندي هنا موجود فين موجود في ديسك توب ون يلو ضغط على تسك فيو اهو نفهم اكتر وجيت هنا جيت على ديسك توب ون شوارت عليها بس اعلى جي جاب لي الملفات النفذ المفتوحة في ديسك توب ون هي اللي زهرها جدام حضرتكم اللي يكون بتاع الصيانة الحاسب ديه و الكالكولاتور والمبادل أسسية لتكون الجي المعلومات دي كل النفذ المفتوحة في ديسك توب ون طب لو روحت على ديسك توب 2 ما فيش حاجة مفتوحة عندي حضرتكم غير مين غير اللي هو بتاع التسجيل ده طب انا عايز افتح فيه حضرتكم برنامج الاسل مسلا في ديسك توب 2 يبقى اروح هنا افتح برنامج الاسل من قيمة start واجه فتح الاكسل اللي هو. يبقى الاكسل ده موجود فين؟ في ديسك توب 2. ماشي؟ طيب اوزا نروح لديسك توب 1 دلوقتي. اعمل كليك على تسك فيو. ماشي؟ واجه من هنا اختار ديسك توب 1. هل فيها برنامج الاكسل؟ ما فيهاش برنامج الاكسل له. طب انا ارد Punkt мир الروح لي برنامج الاكسل دلوقتي.انها لاجه موجود في ديسك توب 2. اضغط على تسك فيو دي. واجه هنا اروح لديسك توب 2. الاقي برنامج الاكسل المفتوحة. زي الفل. طب لحبيت اكفل اي ديسك توب امسحها يعني احزفها. يبقى اضغط اليسك فيو. وجه هنا اضغط على ايه? على الاكس دي. يعني ديسك توب 3 اضغط على الاكس بتاعتها. يبقى كده انا جفلتها ديسك توب تو فيها برنامج الاكسل بس عايز اجفلها يبقى اضغط على الاكسل بتاعتها دي يبقى عشان اعمل ديسك توب جديدة يبقى اعمل ايه حضرتكم اضغط على الزر ايه الواتسك فيو ده واختار ايه ديسك توب جديدة هناخد الوقت ان شاء الله تشغيل البرامج تشغيل ايه البرامج زي برنامج مثلا الورد باد الورد ديه باد عشان اوصل للورد باد حضرتكم في كذا طريقة ان انا ممكن من قيمة ستارت اروح لوندوز اكسسوريز هلاجي جواحي برنامج الورد باد او ان انا اجيب في السندوق البحث هنا واكتب كلمته وورد باد بالانجليز كده وورد باد الاجي برنامج الورد باد ظاهر عندي بالشكل ده ده عبارة عن برنامج كتابة حضرتكم ازاي اكتب فيه اي نصوص وازاي احفظ اي نص فيه زي ما اعايز يعني مثلا لو كتبت فيه النص ده حضرتكم اللهم اعلمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني يبجاست اجي في الورد باد وانتقل ناحية اليمين واكتب بالعربي قال شفت يمين كده اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وكمل باقي النص ده اللهم امنا استدواكم اعلمتني فاسروا لي عند حاجتي ان اصيب تفع من الله واحدة وان اخطأ تفع من نفسي ومن الشهداء الرجيب ممكن اكتب النص اللي اعايزه اكيد طبعا الموضوع سهل بالنسبة لكم الموضوع داعا في برنامج الورد باد لو حبيت انسق اي نص اظلله واخلي بولد ممكن اكبر حجم الخط الكلام ده اكيد كلكم عارفينه طبعا لحبيت احفظ الملف من قائمة فايل احفظه مثلا عالديسكتوب ودي اي اسم مثلا احمد طبعا حضرتكم ازاي احفظ الملف وازاي افتحه وازاي اعمل طبعا حضرتكم الكلام ده عارفينه ولا نشرحه كلام سهل بالنسبة لكم متهيئة سهل الكلام ده متهيئة ولا اشرحه ازاي افتح ملف وازاي احفظ وازاي نصق اقول الكلام ده اه سهل بتغير تمام تمام اي باشا جب انشوف حاجه غيره هناخده لك ادراج اه رموز ادراج ايه رموز طبعا الموضوع ده هناخده في الورد موضوع ادراج رموز ده بس هدورد 2016 عايز ادرج رمز انه من تبويب انسيرت كده هختار ادراج سيمبل سيمبل واختار الرمز اللي انا عايزه كده ادراج ادراج الرمز ده طبعا ادراج رمز تاني مش موجود في دول اقول له انسيرت كده سيمبل واختار الرمز اللي انا عايزه واجه اقول له انسيرت اختار رمز تاني واجه انسيرت ده هناخده في الورد ان شاء الله لكن هو ادراجكم شريح لطريقة تانية كده هده بيقول ليه اه في حاجه اسمها character map دي تبع الويندوز تبع ايه الويندوز عشان ادراج رمز في اي مكان اكتب نصوص يعني لو حابيت ادراج الرمز ده في الورد بعد او الورد او اي برنامج تاني فبيقول ليه حضراتكم في مربع البحث اكتب كلمة character كما اموضح في شكل واحد ده بكده انقر على character map هنفزها بالشكل ده حضراتكم عند الوقت انفتح برنامج الورد بعد ده هون واجه هنا في الصريق البحث اكتب كلمة character character c h a r معلش نكتبها بالانجليش c h a r هنجي جاب لي في البحث حضراتكم هنسمى character maps ده هنفزها تبع الويندوز دي هيفتح للسندوق ده عايز ادراج اي رمز اعمل click على الرمز كده حضراتكم كده باكده اختار الامر select باكده اختار الامر copy تمام وبعد كده اجي في شريط في البرنامج الكتابه اجي اجف كده واعمل باكده اجي في البيست لسك 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 باكده اجي هنا نسك تلصق. لصقها. دي حاسمها كاراكتر ايه? مات. طبعا دي حاجة تابعة ويندو زي عشرة. هناخد دلوقت حضراتكم تحديد برنامج مختلف لفتح ملف. طبعا برضو حضراتكم الكلام دي عارفينه برضو. لو معي ملف مش عارف افتحه باي برنامج يعني بيروح لبرنامج غير اللي انا اياه المفروض يتفتح بي يعني. باجع الملف حضراتكم كده وعمل كليك ايامين. واختار امر اسمه اوبن ويز. يعني افتح الملف دي به بالادوب تريدر ولا بالفايرفوكس ولا ماكسوفت ايج. يا ده لو ما لقى عملت عليه دبل كليك حضراتكم هتفتح بالادوب تريدر. طبعا انا عايز اكفله وعايز افتحه بالمايكروسوفت ايج. اللي هو البرنامج ده. النيت. يبقى اعمل كليك كمين عليه كده حضراتكم. واختار اوبن ويز. وبعد كده اختار البرنامج اللي هو اسمه مايكروسوفت ايج ده. على اجي الملف هتفتح لي باستخدام المايكروسوفت ايج. يبقى كده عشان اختاري برنامج يفتح لي اي ملف. كده افتحولي حضراتكم به ببرنامج المايكروسوفت ايج. طبعا انا عايز افتحه ببرنامج اخر. كليك كمين. وقلل اوبن ويز. وقلل انا اختار برنامج اخر. جامل مجموعة برنامج حضراتكم هي. واجه اعلم على اولوز يوز ديس ابس فور اوبن زا فايل. بديف فايل. واجه اختاري البرنامج اللي عايز يفتحه بيه حضراتكم. ولي اكون الادوبت ريدر. واجه اقول له اوكي. كده هفتح لي الملف حضراتكم بالادوبت ريدر. تمام? يبقى ده لحبيت اختار برنامج عشان يفتح لي اي ملف. هناخد الوقت وحدات التخزين. دي خدناها قبل كده حضراتكم نفيز الزيس بي سي. اللي فيها الاقراص الصلبة والمارينة والسيدي روم والكلام ده. خدناها قبل كده. هناخد الوقت التعامل مع النوافذ. اللي هي زي اعرض الايكونات كالارج ايكونز او سمول ايكونز. وزي ارتب الايكونات اعملها فرز. وزي اتعامل مع عدد من النوافذ مشيض المهام. احنا مكونات النفيزة خدناها. مكونات النفيزة خدناها قبل كده. اللي هي التايتل بار والمينيوم بار والسكرول بار. اللي هي الشرائطة احنا خدناها دي. والريبن والكلام ده. خدناها قبل كده. انا اخد الوقت طرق اعرض الايكونات من النفيزة. لما معي نفيزة بالشكل ده حضراتكم. من تابو بفيو. هقول لي عايز اعرض الايكونات ده كقائمة. يبقى بالشكل ده. عايز ايكونات صغيرة. ايكونات متوسطة. ايكونات كبيرة. ايكونات كبيرة جدا. دي ضرق عرض الايكونات في النفيزة. او ممكن اعمل حركة بكليك كامين في اي مكان خالي. واقول له فيو. مثلا اكسترا لارج ايكونات. عرض هالا ايكونات كبيرة. كليك كامين. في اي مكان خالي. ما نفعش. اي مجالد كده. كليك كامين كده. ما نفعش. لا في اي مكان فاضي. كليك كامين فيو. واختار لارج ايكونات. دي ضرق عرض الايكونات. لو عايز ارتبها حضراتكم افرزها. كليك كامين. واختار سورت باي. باي نيم. انا جير ارتبهم لترتيب ابجادة بحسب الاسم. كليك كامين تاني سورت باي. باي نيم. اعكس الترتيب بتاعهم. ليه حضراتكم? مرة بيرتبهم لأسيندنج هتصعودي. ومرة يرتبهم لأسيندنج. ممكن يرتبهم حسب التاريخ حضراتكم. وممكن حسب الطيب. حسب النوع. وممكن حسب الصيز. يعني حسب الطيب. على جيب يجيب لكل نوعزة ورا بعض. يعني الادوب تريدر ورا بعض. الورد ورا بعض. يعني ممكن افرز الملفات. اعمل بسورت باي نيم. او باي ديت مودفايد. او طايب او صيز. ممكن نرتبهم تصعودي او تنازلي. ازا يتعامل مع عدد من النوافذ بخير الشيط المهام حضراتكم? انه الشيط المهام بيستخدم في التبديل بين النوافذ. يعني عاوز افتح النفذة دي اعمل كليك كده عليه. النفذة دي نفس النظام. النفذة دي اه. يبتتعامل مع ايه? النوافذ من خلال الشيط المهام. بيستخدم في التبديل بين النوافذ المفتوحة. بين النوافذ ايه? المفتوحة بالشكل. ده اعمل كليك على ايه? على النفذة اللي انا عايزها. او ممكن هاتكم اضغط alt زائد tab كده. هيظهر لي النوافذ المفتوحة بالشكل ده. استمر ضغط على alt واضغط على tab واسيب كده. بحيث هيبدل اللي بينهم اه. عايز النفذة دي ارفع صباع من ال alt. هلاجي يجبها لها. يبقى alt زائد tab. عشان ابدل بين النوافذ المفتوحة. انا ضغط على alt باستمرار كده. كده بضغط على tab واسيبها. وبتنقل بين النوافذة. عايز نفذة مثلا الباور بوينت اهو. اجي عندها واجي رفع صباع من ال alt. فضليني الشريحتين دول حضراتكم تعيين شاشة التوقف واغلاق برنامج غير مستجيب. هناخد الاول ان شاء الله اغلاق برنامج غير مستجيب. ان انا حضراتكم اما مشغل الكمبيوتر بتاعي ولجانت فيه برنامج يمعلج. يعني اعمل هنج. يعني اعمل احمل الكيبورد مش شغاله. والماوس مش شغال. وكل حاجة مش شغال عندي. لكن في برنامج تاني يجد. كل حاجة شغال يا الفول. يعني مسلا دل وقت انا في الباور بوينت اهو كل حاجة شغال عندي. الماوس شغال. والكيبورد شغال. وكله شغال عندي. افترض حضرتك لو عندي البرنامج ده لما اجي افتحه اجي عندي يا حضراتكم الموز ميواقف والكيبورد ما شغلاش وكل حاجة ما شغلاش يبال البرنامج ده اسمه معلج او عامل هنج او غير مستجيب لو حبيت اجفله مش هقدر ليه لو حبيت اضع ال اكس دي مش هيستجيب على الناجس مش هستجيب في الحالة دي لازم اجفله بالقوة غصب عنه يعني اجفله ازاي اشغل التاسك مانجر كليك كمين كده من القائمة المقتصد دي اختارها يسمع تاسك مانجر هشغل لي التاسك مانجر حضرتك كده وجيب لي فيه كل البرامج المفتوحة لو افترضنا انه البرنامج ده معلج اللي هو الادوب تريدر ده هتلاقي مكتوب جدامه كلمة نوت ريس بوندنج يعني انه ريس بوندج يعني غير مستجيب عشان اجفله بالقوة غصب عنه يعني مش قادر اجفله يبقى جيب من التاسك مانجر عمي كليك على كده واقول له ان تاسك كده لقي جافل للبرنامج ده طيب عند الكالكوليتور دي عايز اlanك مش هغل ايه الكالكوليتور عايز اجفلها برضو من بتاسك مانجر يبقى علمها الكالكوليتور واقول له ان تاسك اعملها تاني يقليك كمين واختري الامر اسمه task manager واعلم على البرنامج اللي هزا يكفيلي بالقوة واقول ان task وممكن اضغط alt زاد control زاد delete هاي برضه هجيبلي task manager alt زاد control زاد delete هجيبلي النفذة دي حضراتكم منها اضغط على كلمة task manager هجيبلي نفس النفذة بس خلي بالكم دول كلهم رانيج مفوش مشكلة يعني البرنامج اللي معلج هيبقى unresponding اخر حاجة انا خدها ان شاء الله في الويندوز اللي هي شاشة التوقف screen saver ايه هي شاشة التوقف حضراتكم دي عبارة عن شاشة متحركة بتشتغل بعد فترة زمنية انا بحددها عندما اترك الكمبيوتر فترة من الزمن ازاي اسمها screen saver او شاشة التوقف شاشة ايه التوقف عشان اعمل شاشة التوقف حضراتكم بعمل كليك كايمين في اي مكان خالي على سطح المكتب واختار personalize اتظهر للنفذة دي انا خدنا منها النفذة عاكم background ازاي غير الخلفية واللوك سكرين ازاي اغير ايه شاشة الاغلاق بتاعت الكمبيوتر من اللوك سكرين حضراتكم خدنا منها ازاي نغير الصورة بتاعت اللوك سكرين هناخد دلوقتي زي نعمل سكرين سيفر اجي ناسفل الشاشة اضغط على سكرين سيفر ممكن نعملها مع بعض سكرين سيفر من هزاي النفذة اختار السكرين سيفر اللي نعايزه وليكن مثلا bubbles هتلاقي السكرين سيفر ظهرلي في المعينة لو عملت بريفيو هجيب لي شكل سكرين سيفر على النفذة لو اخترت من هنا حضراتكم مثلا 3D Text تلاقي عمل لي هنا حضراتكم نص متحرك 3D Dimension لو عملت بريفيو كده هيظهر جدامي بالشكل ده لو حركت الماوس هيتلاقي السكرين سيفر طب من هنا حضراتكم بحدد الوقت اللي هيشتغل فيه بعديه السكرين سيفر يعني لما يتحدد هنا بدجيجة واحدة لو ضغط على السهم ده يبقى دجيجتين 3-4 زي ما انا عايز لو خليتوا بعد دجيجة واحدة حضراتكم وقلت اوكي وسبت الكمبيوتر لمدة دقيقة هتلاقي السكرين سيفر ده اشتغل لوحدة ده عبارة عن شاشة متحركة بتشتغل امتى لما سيب الكمبيوتر من غير عمل لفترة من الزمن فالفترة اللي حددتها بدجيجة حضراتكم طبعا هسيب الماوس واسيب الكيبورد واسيب الكمبيوتر خالص بعد 60 ثانية او دقيقة كاملة هتلاقي السكرين سيفر اشتغل لوحدة طبعا ساعد بيسموا السكرين سيفر ده حامل الشاشة يعني لما كوني مشغلوا حضراتكم لو انا بسلا اعمل شاي او اقضي مصلحة مثلا وبا كده رجعتها هغيب ساعة الكمبيوتر يفضل ان انا اشغل السكرين سيفر بسيبس الشاشة اشغال على طول كده عشان ده بيجل لعمر الشاشة المهم عشان اعمل سكرين سيفر بضغط على زر سكرين سيفر سيتنجز واختار السكرين سيفر اللي نعايزه طب انا عايز اغير كلمة الكلمة اللي بتلف ده يبضغط على سيتنجز ومن هنا اكتب الكلمة اللي نعايزها مثلا لو كتبت كلمة مثلا welcome هتظهر لي على الشاشة بالشكل اللي اقول لي اوكي اللي عملك معينة لها بريفيو هتظهر لي هتشينج باور سيتنجز طب كل سكرين سيفر من دولة لي اعدادات خاصة بي حضراتكم اه 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 لو ضغط عليها كده حضراتكم دي مش علينا جزئية دي بيقول هنا ايه تشوز هوين تيرن اوف ازا دي سيبلي ايه اه 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 لو ضغط اه اه تيرن اوف دي سيبلي نيفر بوض كمبيوتر سليب نيفر معناها اننا لو سبت الكمبيوتر لفترة معينة المفروض الشاشة تطفي انا عملتها نيفر هنا ممكن حددتها بعد وقت معين بعد دجيج دجيج دجاج تلات دجاج خمسة عشرة خمستاش عشر عشرين اقصى حاجة عندي خمسة عور يعني لو حددت هنا عشرة تيرن اوف زد سلي افتر عشرة منتز وقلت له سيف تشينج لو انا سبت الكمبيوتر لمدة عشر دجاج حضرتكم اللاجه الشاشة طفت الوحدية في الحال دي عشان يوفر هيك هربا يوفر هيك هربا بس هنا عامل هي اعني لما تيجي تحرك الموص حضرتك الموص وحركت ضغط على زراب الكيبورد تجي اشتغل التاني فانا هنعملها never بقول لي ما توقفهاش خالص يعني بجده كده اقول له save change يبك كده حضرتكم ان شاء الله خلصنا ميديول بتاع الويندوز بكرا ان شاء الله هنبدأ في الورد ان شاء الله